مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنام من المواقع الإخبارية المحلية رسوب جميع طلاب الثانوية في مديرية تابعة لحضر موت اليمنيون يواصلون الهروب نحو الصومان وفي الأخبار المنوعة الشرطة تعتقل رجلا اشترى تذكرة طيران ولم ينوي السفر لم يمضي وقت طويل على فرحة أبناء حضر موت شرقية اليمن بإحراز ستة من طلاب المحافظة المراكز الأولى على مستوى المحافظات المحررة بنتائج الثانوية العامة للعام 2018-2019 حتى تلقوا خبرا آخر سيئا قرار خاطئ يتسبب برسوب جميع طلاب مدرسة ثانوية في حضر موت ففي مديرية رخيا بوادي حضر موت رسب جميع طلاب ثانوية المديرية الوحيدة في نتائج الثانوية العامة لسبب لاقى امتعاضا من غالبية الأهاني يوضح مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية رخيا هاشم الحامد سبب الرسوب فيقول إن جميع الطلاب امتنعوا من دخول الامتحان النهائي في مادة الرياضيات للقسم الأدبي ومادة الفيزياء للقسم العلمي لأسباب وصفها بغير المقبولة وغير المقنعة وقال في حديثه للمصدر أولاين إن الطلاب كانوا يطالبون بالسماح لهم بالغش مبررين ذلك بإضراب المعلمين بداية العام الدراسي وتأثيره على استيعابهم مؤكدا تلقيهم جميع مقرر الامتحان وعلق مدير عام مديرية رخيا عزام بن غانم على النتيجة غير المرضية فقال إن سببها منع الغش في ثانوية رخيا وجميع المدارس في المديرية ضمن الخطة التي بدأنا بها قبل ثلاث سنوات للتقليص ظاهرة الغش والوصول إلى مرحلة منعه بشكل كامل ولاقت الحادثة ردودا متبينة أيدت في مجملها الخطوات التي اتخذت لمنع ظاهرة الغش في حين ألقى آخرون باللوم على مسؤولي التربية والشخصيات الاجتماعية لعدم قدرتهم على احتواء مثل هذه الكارثة التعليمية العديد من المستشفيات والمركز الصحية في اليمن مهددة بالإغلاق خلال وقت قريب حيث أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان بحسب ما جاء في موقع قناة بلقيس أنه سيضطر إلى إغلاق 175 منشأة صحية في اليمن خلال سبتمبر الجاري بسبب نقص التمويل وعضف الصندوق في تغريدة على تويتر أن هذا يشكل تهديدا مباشرا لأكثر من مليون امرأة حاملة ومرضع تحتاج إلى علاج فوري بسبب سوء التغذية الحال وسبق أن شكت وكالة الأمم المتحدة العاملة في اليمن من نقص التمويل المادي لتنفيذ الكثير من مشاريع المساعدات الإنسانية والصحية في اليمن وفي العام الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن 11 منشأة صحية أوقفت خدماتها في الحديدة خلال أسبوعين فقط جراء المعارك العسكرية وذكر تقرير صادر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن أن الشركاء في المجال الإنساني أفادوا لأن معظم المرافق الصحية في الحديدة تعمل بمستويات منخفضة وعضف أن الظروف لا تزال صعبة بالنسبة للمدنيين في مدينة الحديدة في حين أن القهرباء متوفرة فقط من مزودي خدمات أو خدمات خاصة باهظة الثمن اليمن اتفاق سري سعودي إماراتي تحت هذا العنوان كتب محمد أحمد بن نيس مقاله في العربي الجديد مضيفا منذ تأسس الدولة السعودية قبل تسعة عقود شكل اليمن ولا يزال هاجزا استراتيجيا بالنسبة للرياض بدأ ذلك خلال الحرب التي نشبت بين البلدين عام 1934 ثم لعبت السعودية دورا بارزا في إجهاد ثورة عام 1948 الدستورية وقد تفاقم هذا الهاجز بعد ثورة السادس العشرين من سبتمبر أيلول عام 1962 التي أنهت نظام الإمامة وأقامت النظام الجمهوري وظل آل السعود دائما يعتبرون أن أي تغيير سياسي واجتماعي في اليمن ستصل ارتداداته بدرجة أو بأخرى إلى الداخل السعودي وكشفت النسخة اليمنية من الربيع العربي عن هذا الهاجز الذي يستوطن اللوعي السياسي السعودي ويوجه تعاطي الرياض مع المشهد اليمني وتحولاته وتدرك الإمارات القوة الإقليمية الصاعدة أن مزاحمة السعودية في حديقتها الخلفية شمال اليمن أمر يكاد يكون مستحيلا لاعتبارات تاريخية وجغرافية معروفة هذا إضافة إلى رغبتها المتزايدة في التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين يجنبها من ناحية السيناريو السعودي المتمثل في هجمات قد تضر باقتصادها ومن ناحية أخرى يجنبها الاحتكاك بإيران ولذلك ترى في جنوب اليمن وجهة قد تحقق لها السعود الإقليمي الذي تتوخاه من خلال سيطرتها على موانئه الاستراتيجية وتوظيفها القضية الجنوبية في أفق إيجاد موطئ قدم لها فيما كان يعتبر شطرا جنوبيا لليمن تتقاطع السعودية والإمارات في أن اليمن لا ينبغي أن يشكل منطلقا لأي ديناميت قد تغير طبيعة البنية السياسية التقليدية في منظومة الخليج ولذلك تجتهدان في إطالة أمد المقتل اليمنية وتغذيتها وبالتالي تجنب أي حل يمكن أن يضع نهاية لها ويفضي إلى تجاوز الخلافات الداخلية واستعادة جذوة الحراك الشعبي الذي التفت عليه المبادرة الخليجية وفي انتظار أن تكتمل الصورة بشأن ما يدور خلف الكواليس بين الرياض وأبوظبي يبدو أن البلدين متوافقان على التحكم في مجريات المواجهة بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية وعدم الدفع بها في اتجاه حسم قد لا يكون في مصلحتهما حملات الاعتقالات التي تنفذها ميليشيا المجلس الانتقالي أصبحت تتجاوز المدن إلى القرى وعنون موقع عدن الغد قائد لواء الدفاع الساحري يستنكر اقتحام منزله من قبل مسلحين تابعين للانتقالي بلحج استنكر قائد لواء الدفاع الساحلي زاكي الحاج اقتحام منزله من قبل ميليشيات الانتقالي بمحافظة لحج وقال في بيان استنكاره الذي أرسله لوسائل الإعلام أن مسلحين تابعين للميليشيات الانتقالي أقدموا على اقتحام منزله الكائن في قرية بيت الهراني جنوب حوطة لحج شهود عيان أفادوا بأن المسلحين يرتدون أقنعة ولباسا عسكريا اقتحموا المنزل بعد تطويقه ومنعوا الجيران من الاقتراب أضحى الصومال الموطن الجديد لقرابة ثلاثين ألفا وخمسمائة وستين شخصا فروا من القتال في اليمن ويسعون للتكيف مع الحياة الجديدة هناك وعلى الرغم من أن الصومال لم يعد يوصف بالدولة الفاشلة إلا أنه يواجه بالتأكيد الكثير من التحديات ويعنون موقع شبكة الأنباء الإنسانية إيرين الصومال يوفر لليمنيين موطنا أكثر أمانا أو أكثر أمانا وقال الموقع إن التطورات والأحداث الأخيرة في جنوب اليمن أدت إلى عودة من كانوا جزءا من الجالية الصومالية القديمة التي استقرت في اليمن كتجار إلى الصومال ولكن هناك ما لا يقل عن أربعة آلاف وستمائة وثلاثين من الوفيين الجدد من اليمنين الذين دفعوا حوالي مائة وخمسين دولار نظير دولارا نظير ركوب القارب للفرار من أعمال العنف والأزمة الإنسانية في بلادهم ولم تتوقف القوارب التي تصل أسبوعيا قادمة من اليمن ففي الفترة من السابع إلى العشرين من يناير وصلت ثلاثة قوارب من بوتلاند واثنان إلى أرض الصومال المعلنة ذاتيا في الشمال الغربي من البلاد وكان اثنان وخمسون يمنيا من بين إجمال مائتين وعشرة أشخاص استقلوا هذه القوارب وفي هذا الخصوص قال دوكليراك مجموعة صغيرة جدا لا يتحدثون الصومالية وينون العودة إلى اليمن عندما يسمح الوضع بذلك وقد منحت السلطات في كل من أرض الصومال وعبوتلاند المواطنين اليمنيين صفة لاجئ ولكن لا يوجد إطار قانوني أو إجراءات متبعة للتعامل مع أي تدفق جماعي لهم قالت فلسطين زوجة اللاجئ اليمن عبدالله نحن بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى وهي أولوية بالنسبة لنا في بعض الأحيان نتناول وجبة الغداء فقط ولا نتناول العشاء إنه وضع سيء عبدالله منير الذي كان يعمل صيادا في ميناء عدن في اليمن قال نحن نواجه الكثير من المتاعب في هذا البلد تتفق أغلب الاتجاهات النظرية في إطار معالجتها لمفهوم الدولة ووظائفها على أن لها وظائف تتمثل بمهمات اقتصادية وسياسية وأمنية وإدارية وأيدلوجية هكذا بدأ البروفيسور قيس النوري مقاله المنشور في موقع الحدث الإخبار مضيفا في أجزاء منه عند استعراض نشأة الدولة العربية المعاصرة ومدى نجاحها في الأداء المنوط بها طبكا لمسؤوليتها لا نجد دولة عربية واحدة لما فيها دول الفائض المالي قد نجحت استكمال مهماتها بل إن الأمر يبدو نسبيا في تفاوت ملحوظ لصالح إحدى المهمات أو بعضها وغياب كامل لمهمات أساس أخرى بخاصة لجهة الحريات وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة من هنا لا نستطيع الإكرار بأن الدولة العربية المعاصرة قد اكتسبت الشرعية بمعيار إخفاقها بمهماتها بعضها ذهب بعيدا في تجاهل مسويغات الدولة ومن ثم أصبحت مجرد سلطة أكثر منها دولة الهاجس الأساس للحاكم فيها هو ديمومة السلطة والحفاظ عليها على حساب مهمتها وهنا تبرز الفجوة بين النظرية والتطبيق نتيجة إخفاقها الوظيفي الدول العربية في أغلبها ينطبق عليها توصيف الدول الفاشلة أو الهشة أو دولة ضعيفة لأسباب هيكلية بنيوية نتيجة عوامل متداخلة بعضها خارجي يتمثل بالتهديد الأمني وأخرى عوامل اقتصادية أو تصاعد الصراعات الاجتماعية أو بسبب التوترات الإثنية والطائفية والقبلية في بنيتها وكلها عوامل توفر فرص الانفجار والتعبير عن مكوناتها يرافقها نتيجة لهذا كله أعمال عنف وشيوع الجريمة وتراجع المنظومة القيمية مما يفضي إلى ضعف أداء الدولة بنحو عام يرافق هذا كله ارتفاع معدلات الفساد وغياب حكم القانون والحريات في الصحافة الفرنسية عنوانت صحيفة ليفغارو في الشأن اليمني اليمن الحكومة تريد حوارا مباشرا مع الإمارات قالت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي إنها مستعدة يوم الأربعاء الرابع من سبتمبر لإجراء حوار مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتهمها بدعم الانفصاليين في جنوب اليمن اقترحت المملكة العربية السعودية إجراء حوار بين اليمنين في جدة لتخفيف التوتر في الجنوب فأكد المجلس الانتقالي أنه مستعد للمشاركة لكن الشرعية وعلى لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسر قالت لن نذهب إلى طاولة المفاوضات مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وأضاف في رسالة نشرت على قناة يوتيوب التابعة للوزارة إذا كان هناك حوار فسيتم مع إخواننا في الإمارات العربية المتحدة وتحت قيادة إخواننا في المملكة العربية السعودية ووفقا له الإمارات هي الفاعل الرئيس والأصلي للنزاع ولكن في وقت لاحق من يوم الأربعاء أكد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش التزام بلاده للمحادثات التي اقترحتها المملكة العربية السعودية وقال إننا ننتظر بثقة وتفاؤل اجتماع جدة بين الحكومة الشقيقة اليمنية والمجلس الانتقالي فالوحدة ضد انقلاب الحوث والجهد المضاعف لمواجهته هي الأولوية أظهر النزاع اليمني الحاجة لتحديث المؤسسة السعودية العسكرية المتضخمة والثقيلة والتي يرى فيها الخبراء قوة تنقصها الكفاءة متهمة بالتسبب بمقتل مدنيين بشكل متكرر عن طريق الخطأ هذا ما قاله موقع ألماني نشر تقريرا بعنوان السياسة السعودية تقوم على إطلاق النار أولا ثم طرح السؤال لكن مسؤولين سعوديين يقولون إن الرياضة تبعت سياسة خارجية متشددة من أجل مواجهة ما يرون أنه محاولة إيرانية للتوسع في المنطقة وهو ما يشكل تهديدا لأمن المملكة إلا أن العديد من هذه الخطوات السعودية أدت إلى نتائج عكسية في الأسابيع الأخيرة طردت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من سعوديا من العاصمة المؤقتة إثر معارك مع قوات انفصالية يفترض أنها متحالفة معها في الحرب ضد المتمردين الحوثيين ويسعى الانفصاليون لاستعادة استقلال الجنوب لكن حملته تحمل تأثيرات سلبية على الحرب ضد الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعا منذ العام 2014 طبقا لموقع الديدابوليو أحداث الجنوب كشفت عن اختلاف وجهات النظر بين السعودية والإمارات الشريك الرئيسي في قيادة التحالف والداعم الرئيسي لقوات الانفصاليين الجنوبيين وبحسب مسؤولين يمنيين فإن الحوار المدعوم سعوديا هو الحل الوحيد للخروج بأقل الخسائر من أحداث الجنوب ويقول حسين أبيش الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن هناك نمط من الأخطاء الاستراتيجية من قبل السعودية في السنوات الأخيرة أحد أسبابه أن السعودية أصبحت تتولى للمرة الأولى دورا قيادية مستقلة في المنطقة وهي ليست جاهزة لهذا الدور والجيش السعودي لم يتم تأسيسه للقيام بحملات خارجية نظرا لأهمية ما كتبه الفيلسوف الهندي مؤلف كتاب الهوية والعنف أمار تياصن عن العنف والهوية وكيف يتحول الناس فجأة إلى جاهزين للقتال دفاعا عن أسباب واهية وأضاف الكاتب فيما تنشره بالقيس من ذكريات طفولتي عن الشغب بين الهندوس والمسلمين في الأربعينيات والتي تتعلق بسياسات التقسيم لا أزال أذكر السرعة التي حدث بها أن الناس الذين كانوا بشرا بشكل عام في شهر يناير تحولوا فجأة في يوليو إلى هندوس عدمي الرحمة ومسلمين شديدي القصوة لقي مئات الآلاف فناءهم على أيدي أناس عامدوا تحت قيادة زعماء المجزرة إلى قتل آخرين نيابة عن أهالهم إن التحريض على العنف يحدث بفرض هويات مفردة إنعزالية وعدوانية يناصرها ويؤيجها محترفون بارعون للإرهاب على أناس بسطاء وساذجين كما تتضمن ذكريات مشوشة للشغب الذي ثار بين الهندوس والمسلمين في الأربعينيات بعين طفل متحير للتغييرات الكبيرة في الهوية التي أحقبت سياسات التقسيم أن عددا كبيرا من هويات الناس كهنود أو كأبناء لشبه القارة أو كأسيويين أو كأبناء للجنس البشري بدأ أنها فجأة تترحى لتأخذ مكانها هوية متعصبة لإحدى طوائف الهندوس أو المسلمين أو السيخ والمذبحة التي تلت ذلك كان من أسبابها الأساسية سلوك القطيع العنصري الذي استخدم لتوجيه الناس إلى اكتشاف هوياتهم القتالية التي تبنوها مجددا من دون إخضاع هذه العملية لتأمل النقدي الناس أنفسهم أصبحوا فجأة مختلفين إذا كنت تظن أن هذه الأيام هي أصعب أيام فعليك أن تعيد النظر وتفكر في الأمر بطريقة أخرى إذ كان يمكن أن يسوء الحال أكثر لو كنا نعيش في عام 536 بعد البلاد ويعنون موقع البي بي سي في تقرير خاص بعنوان هل تعرف أي سنة كانت الأسوأ في تاريخ البشرية كان ذلك العام بحسب ما يقول مؤرخ العصول الوسطى وعالم الأثار في جامعة هارفورد مايكل ماكور مايك أحد أسوأ الفترات لمن كان يعيش في أجزاء شاسعة من العالم في ذلك الوقت فقد غمر بباب غريب أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا وصارت السماء قاتمة ليلا ونهارا لمدة ثمانية عشر شهرا وعبر عقد في السنوات 2300 الماضية سقطت الثلوج وتضررت المحاصيل الزراعية ومات الناس جوعا وروت السجلات الإيرلندية أنه في تلك السنوات حدث الشح في الخبز وأصاب الطاعون الدملي ميناء بيلوسيوم الروماني في مصر وانتشر بسرعة كبيرة وقضى على مبين ثلث إلى نصف سكان الإمبراطورية الرومانية الشرقية وصارع في انهيارها يعرف لو يعرف المؤرخون منذ فترة طويلة أنه كان هناك في منتصف القرن السادس الميلادي فترة حالكة فيما كان يعرف آنذاك بالعصور المظلمة ولكن مصدر السحب الغامض ظل لغزا لمدة طويلة أراد رجل من سنغافورة أن يودع زوجته المسافرة بالشكل الذي يعتقد أنه يليق بها وينعم بالبقاء بقربها حتى آخر لحظة قبل إقلاع طائرتها ففاطن إلى حيلة تمكنه من ذلك لكنه لم يكن يتوقع بأن ذلك سيكون سببا لاعتقاله وعنونا الصحيفة الاندبندنت البريطانية الشرطة تعتقل رجلا اشترى تذكرة سفر دون أن ينوي السفر بها وقالت الصحيفة أن الشرطة السنغافورية اعتقلت الرجل في المطار عقب اقتناء تذكرة طيران فقط من أجل مرافقة زوجته المسافرة إلى مطار شانغي وعضف أن شراء تذكرة طيران دون نية استعمالها يعد أمرا ممنوعا في سنغافورة ونشرت الشرطة السنغافورية صورة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت تقول إنه يمنع على الأشخاص غير المسافرين دخول صارة الترانزيت حتى لو كانوا يمتلكون تذكرة طيران وتابعت الشرطة أظهرت التحقيقة أن الرجل دخل صارة الترانزيت لتوديع زوجته وذلك من دون أن تكون لديه نية لمغادرة سنغافورة وأردفت صارة الترانزيت منطقة محمية والأشخاص الذين يدخلون إليها يجب أن يكونوا فقط هناك لغرض السفر وفي نفس السياق أوضح موقع قناة فوكس نيوز أن الأشخاص الذين يدخلون صارة الترانزيت من دون نية السفر قد تفرض عليهم غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دولار فضلا عن مواجهة أحكام بالسجن تصل مدتها إلى حوالي 24 شهرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء